يلا نقول أصعد الله مساءكم بسم الله الرحمن الرحيم وأهلاً وسهلاً بالفلكيين والأصدقاء والمصورين الفلكيين في الأردن وعموم الوطن العربي وفي المهجر في أمريكا يعني إحنا يستعدنا أنها تكون هاي الشوارية الخاصة بلجنة التصوير الفلكي اللي تأسست من ضمن أعمال الجمعية الفلكية الأردنية صحيح أنه هاي اللجنة كانت اللي أطلقها هو الظرف المهم عندما تفاعل المصورون الفلكيين في الجمعية وأصدقائهم وكان في طلعات خاصة في التصوير زائد حوارات كانت تأتي يعني عفوا الخاطر ويمكن ما كانت كتير مبرمجة لكن ارتقينا أنه مع تراكم هذا العمل من الجميل ومن المفيد أيضاً أنه تكون هناك لجنة يعني ينضم لها الناس المتخصصين وحط الهواء المهتمين اللي مهتمين أنهم يطوروا حالهم في هذا المسار فصارت هذه اللجنة والصحيح أن هاي اللجنة من أنشط المجموعات وكان لها مجموعة خاصة أنا قلت أنه يمكن قربت على السنة لأنه هي كانت بالصيف الماضي يعني هي بإثرها يعني زيارة رائعة جداً لزميلنا أخو زميلنا العزيزين كلاهما هيثم وإمام حمدي فكمان النقاش حول تقنيات التصوير ومعالجة الصور وأدوات التصوير تدائل من الكاميرات بأنواعها والفلاتر والتليسكوبات وكل التجارب الجميلة اللي بتكون هي تجارب أيضاً اجتماعية وفنية إضافة لتجارب علمية فلكية فصار في عنا حصيلة جميلة والحوارات ممتعة وطبعاً في بعض الحوارات شيء عالية المستوى والتقنية عالية والناس لما يجدوا حدا بيفهم عليهم فبيصير الحوار ممتع أكثر ومتعمق أكثر فكانت الفكرة من كم من يوم أن هناك كثير من التساؤلات لماذا لا نعمل نقاش على زون وهذا النقاش طبعاً يتم تسجيله كما هو الحال الآن وتعمم هذه التجربة فيعني نحن سعداء بكم والجمعية الفلكية يعني تفخر بهذه الثلة الجميلة الرائعة وأهلاً وسهلاً فيكم وتفضل يا سيد هيتم وحضرتك رح أتعرف بالقائمين على هاي اللجنة وتطرحوا مشروعكم أو الموضوع الرئيسي لهذه الأمسية وإذا بتحبوا أنه كل شهرين يكون فيه أمسية زوم خاصة بموضوع معين بيكون كتير شيء جميل حبيتوا تتركوها للظروف ومتى تيسروا يعني تعلنوا عنها قبل يومين أو ثلاثة برضو يعني هذا الموضوع راجع لكم فأهلاً وسهلاً بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بالجميع في أول جلسة إلنا في لجنة التصوير الفلكي تابعة للجمعية الفلكية الأردنية أحنا المخطط طبعاً أنه بين الشهر والشهرين يعني حسب الغروب فحسب يعني الأسئلة اللي بتبلش تنطرح بالغروب مواضية معينة ممكن نعملها أقل من شهرين الجلسة الخادمة إن شاء الله اليوم تحب الموضوع اليوم راح يكون عن استخدام برنامج بيكسين سايت وهو تقريباً يعني أكبر برنامج موجود حالياً بالسوق لمعالجة الصور الفلكية الضابط نعم ممتاز اليوم راح يكون التوتوريول عن معالجة للصورة التقطتها أو الداتا التقطت من حوالي ثلاث سنوات أشوف بدي حاول أخلص منها يحط على جنب حتى ما تكون ما أخذ الشاشة إن شاء الله تكون الصورة واضحة الصورة واضحة الداتا هاي لمجرة أندروميدا تم التقاطها من حوالي ثلاث سنوات باستخدام معدات بسيطة كاميرا DSLR غير معدلة وعدسة روكينان 135 مليمتر على حامل استوائي متتبع للنجوم سكاي واتشر ستار ادبنتشر زي ما هي إحنا شايفين هاي هاي عبارة عن وان سينجل سب فريم مدة التعريض كانت 45 ثانية على آي أسو 1600 طبعاً الفوكاللينك هان مش رح تكون مزبوط لأنه كان راكب على عدسة مانيول فما في كومينيكيشن بين الكاميرا وال العدسة نفسها فأحنا اليوم طبعاً تم التقاط حوالي خيرنا شو كم صورة والله انسيت تعرف ماتين واثنين وسبعين صورة كل صورة 45 ثانية إجمالية التعريض كانت ثلاث ساعات و 24 دقيقة طبعاً أول مرة علشت الصورة هاي علشت ببرامج مجانية وكانت يعني النتيجة مثل هيك وطبعاً هلأ مع تقدم البرامج اللي موجودة لمعالجة الصور الفلكية صار ممكن إنه تطلع معنا تفاصيل أفضل اليوم راح نكون بمعالجة هاي الصورة ونحاول نوريكم الخطوات اللي إن مناخدها لمعالجة الصور الفلكية حتى نوصلها لل presentable الصورة اللي احنا شايفينها حالياً خلينا نبدأ ندخل على برنامج PixInsight هاي برنامج PixInsight طبعاً عملية التكديس بتاخد فترة طويلة جداً فمش راح راح أوري خطوات اللي بترح get us to start stacking بداية التكديس فنروح script batch processing weighted batch pre pre processing طبعاً أنا عندي الصورة مكدسة وجاهزة فمش مضطرنا أعمل عمية التكديس الطويل اللي بتاخد ساعات أحياناً برنامج PixInsight برنامج هو فعلاً يعني أقوى برنامج لمعالجة الصورة الفلكية بتاخد كثير رام يعني صدقاً بتاخد يعني بدها بدها جهاز كمبيوتر يكون قوي يتحمل الضغط اللي راح تعمله هالبرنامج لتكديس الصورة أنت وصفت في طائفة حال يبعد كلام وسيل الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل تصد على أن حماس لا توافقه على من خصفها وهذا يعني جيش الإسرائيلي سيكون عملية عسكرية الكبيرة لا يميوت لركل شابك ما فيكراً تاخد أكتر أطن الطبيعي آه في شي غلط خلينا نشوف doesn't usually take this long okay close the program رود نفتحها مرة ثانية لا يعني ألا فتح all right فأول شي من ناش نضيف الصور الفلكية which is the lights the lights here is الصور التقاط التم التقاط على السماء للهدف so we'll go to lights عندي ملف عدد ملفات عندي مهولة lights نعمل control A نعمل select لكل الصور open بنزل كلهم lights flats مجموعة الصور متين واثنين وسبعين صورة كل واحدة خمسة وربعين ثانية flats we go to add flats navigate to flats control A نعمل select لكل flats darks نعمل add darks select I mean control A نعمل select لكلهم بردو وبعدين biases طبعا هذول اللي بنسميهم احنا اطر المعالجة او calibration frames اللي هي flats darks biases يعني ممكن في يوم الايام يكن اعمل له شرح تفصيلي انه كيف منلتقطهم وليش مناخدهم الصور هذول لانها هي بتساعد على انه تصفية الصورة الفلكية بتشيل الشوائب من الصورة الفلكية biases so we go add biases go to biases control a open طبعا في طريقتين لتكديس الصور في في pixel site واحدة فيهم manual طبعا معالجة طويلة وفعلا طويل يعني تاخد وقت طويل او بنقدر عمل لها automated زي اللي عم نعمله حاليا بس automation يعني ميح ليوم واحد مثلا مصورين ليلة واحدة مش اكتر من ليلة لما يكون في ليالي متعددة في طرق ثانية لتكديس الصورة وتاخد وقت اطول عادها بس نعمل برامج اخرى زي deep sky stackers كان عندي مثلا اكتر من ليلة لانه اسرع على التكديس اسهل اسهل فهونا طلع ال calibrations عنا هونا 51 frames biases عنا 50 darks هلا هلا هون هون نكبس على الفلات رح نعمل optimize master dark ومنخلي cfa images بعدين نروح على lights نفسهم بس ما منعمل optimize هون cfa موسايق parent نخليها auto الا اذا كان ما تعرف على الكاميرا الموجود عندك is الكاميرا one shot color معناها معناها انه كاميرا ملونة مش mono ممكن تختار auto بس اذا طلع النتيج الالوان مش مزبوطة حاول انك تحط pattern المناسب للحساسة الموجود في الكاميرا اللي عم تستخدمها بس انا عادة بستعمل auto طبعا هون لازم كمان تحدد الفايل اللي رح output directory اللي هي رح تحط فيها الفايلات المؤقتة وال calibrated frames calibrated darks the whole thing تقريبا عن فكرة بياخد كمان مساحة كبيرة من ال hard drive يعني تقريبا يعني صورة مثل هيك ممكن تاخد 15 gig 16 giga اذا مش اكتر ممكن 30 حتى طبعا بعد هيك ممكن نطلع هون ونشوف show calibration diagram بوريك انه البرنامج شو رح يسوي رح يعني يعني يعمل calibration ل dark frames مع flats وبعدين يعمل calibrate لل lights وبطلع لك النتيجة النهائية اللي هو calibrated lights وبعدين ايش بيعمل تكديس بنكبس هون run طبعا مش رح نعمل ها لانه هاي ممكن تاخد يعني بطرة طويلة so رح نكبس cancel ورح نفتح الصورة المكدسة وجاهزة let's go file open طبعا النتيجة هاي كانت من تكديس في برنامج مش البيكس ان سايت من برنامج ديب سكاي ستاكر لانه بوقتها ما كنتش استعمل البيكس ان سايت و اذا جيت اكدس البيكس ان سايت رح تاخذ يعني لا يقل عن 6 ساعات عشان تكدس ها فاختصار للوقت يعني نستعمل واحدة مكدسة وجاهزة هلأ ما في صورة منكدسة إلا بتطلع زي هيك تقريبا يعني السؤال ما منشوف فيها اي تفاصيل فمنعملها في شي اسمه auto stretch او screen transfer function مساء الخير على مساء النور كنت جاثل السؤال بالنسبة لل auto stretching لما تعمل link mode تعمل auto stretch هل بعمل permanent edit على الفوتو ولا بس preview just a preview هاي راح تكون preview احنا شايفين هلأ هذا this is a preview of the stretch نقدر نعمله on link هلأ هلأ هي الحمار تهير بالصورة يعني عادة الصور تتكدس في الديب سكاي ستاكر تطلع مائلة على حمار السبب والله ما بعرف بالضبط لكن الصور تتكدس في تطلع مائلة على خضار بس ليش مائلة على خضار هاي بقدر اشرح لك بس الحمار ما بعرف الخضار لسبب لأنه معظم الكاميرات الفوتوغرافية كلها تقريبا في اثنين بيكسل خضر لكل بيكسل أزرق وكل بيكسل أحمر ف في دبل the pixels خلنقول خلنقول خمسين بالمئة من السنسر green pixels وبعدين عندك 25 بـ 25 أزرق وأحمر فبيطلع الصورة مائلة للخضار فبنعمله احنا color calibration عشان نعدل الألوان هاي فإذا هوا عملنا unlink للشانل وعملنا للستريتش مرة ثانية رح يعطينا بيعطينا صورة أقرب بإنه لإشي ممكن نتعامل معها ونشطل معها يعني بس لحد الآن هو إحنا بس in preview mode لحد الآن نحن في preview mode نحن لم نستريتش الصورة لساتها linear stage هلأ بالlinear stage بكتير خطوات رح نعملها قبل ما نعمله stretch هلأ أول خطوة رح عملها على مثلا كل صورة طبعا فيها ظروفها الخاصة لكن خيرا نقول 90% من الخطوات اللي رح نعملها هي نفس الخطوات اللي رح تتخذها في جميع الصور الفلكية خاصة بالبداية فأول خطوة رح نعملها احنا ونه أول شي بنا نعمل crop لأنه في عنا بيسموها stack artefacts إذا نطلع الزوايا هون بالصورة في زي التشوهات يعني مش مبينة كتير هون يعني بسبب أنه يعني بعد ساعة تصوير وساعتين تصوير رح ينزاح شوي الفريم يمين يسار فوق تحت فبيصير في مناطق فيها مثلا في data أكثر من زوايا أخرى فبيصير في عندك artefacts artefacts اللي موجودة على أطراف الصورة فعشان أتخلص منها بنعمل إيه crop الـ auto crop لو سمحت مش بحل هاي المشكلة ولا لا الـ auto crop image مظبوط بشيل كل الـ artefacts الموجودة بالـ auto crop مظبوط بس أنا هاي الصورة تكدست في deep sky stacker آه أوك فما شلش البلاوي هاي أوك تمام thank you إلا عفو geometry نروح على dynamic crop نعمل له reset حسب قديش في تشوهات بالصورة ممكن أعمل له crop هلأ مثلا ناخد بس نخلص من الزوايا وبعدين لما تخلص الصورة ممكن تعمل له crop ثاني هلأ احنا بس crop هذا الرئيسي بس لنخلص من artefacts هاي لهون في أنا شايف لحد هون في artefacts أوك نكبس على هاي احنا يقصينا الصورة ممكن كمان نخلص من شوي كمان خلينا نخلص من هاي أوك ممتاز الشغلة الثانية بحب عملها بالأخص لمجرة اندروميدا يعني هي هلا بالفضاء تقريبا ما في بوك تحت يمين الشمال ما في اتجاهات أصلا بس اندروميدا الواحد يعني تعود انه يشوف ها مقلوبة مش زي مش بهاي الاتجاه فممكن نعمل process geometry and fast rotation طبعا يابتك بس المربع أو ممكن تمسك المثلث هاي وتحط ها على الصورة بيقلب لك أو بيعمل لك الطلب اللي موجود في الباكس هون سو هل علبنا الصورة بعد هيك الخطوة اللي بعد ما نعمل crop ونخلص من التشوهات من نعمل automatic background extraction عشان نخلص من هاي gradient gradient سببها اللي هو التلوث الضوئي وعادة التلوث الضوئي بيكون أكثر باتجاه الأفق وكل ما بعدنا عن الأفق كل ما قل التلوث الضوئي فعشان راح تلاقي راح نلاقي بالصور دايما إنه في زاوية فيها تلوث ضوئي أكثر من زاوية ثانية مروح مروح process background normalization أو modelization automatic background extraction مروح مروح الضوية بشكل عام هنا كلها منيح ما عدا function degree function degree لسبب ما حاطينه 4 بس عادة بزبط ما يعطنين أكثر من 4 نزي هاي بس شوي لفوق target image correction عشان نخلص من التلوث الضوئي وبعدين execute all right رح يعطينا الصورتين طبعا الصورة هاي اللي هي صورة andromeda وهاي الصورة عبارة عن شو اللي تم التخلص منه فإذا نعمله stretch رح نشوف فيه البياض اللي كان موجود في تحت في المنطقة في المنطقة السفلية على يمين الصورة هي اللي تم إزالتها وهنا في أقل فإذا نطلع النتيجة صارت شبه صافية يعني بجميع الاتجاهات الصورة من هون من جميع الاتجاهات تقريبا هلأ نقدر نخلص من الصورة هاي مش رح ينحتاج ها yes هلأ الخطوة الثانية إنه نعمل في إشي أفضل وأقوى من automatic background extraction اللي هو دايناميك background extraction الديناميك background extraction تقريبا رح تعمل عن نفس المبدأ تبع الautomatic background extraction لكنه أقوى و رح يشير أكثر من الموجود ويصفي الصورة so first step نختار الصورة intolerance عالة نبرفح على خمسة and sample 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 radius 15 لأن الصورة يفيها نجوم كثير ففضل إنه يكون المربع أصغر حتى نحاول ما نختار لما نحط sample ما ما يكون في نجوم بال sample وطبعا بعدسة زي هاي شوي صعب إنك يكون في منطقة فيش فيها نجوم صراحة العدسة هاي it's an F2 سريع جدا ف راح حتى أخفة النجوم رح يكون ظاهرة بالصورة طبعا كمية النجوم ما هو لحوالين andromeda نحاول نحاول نحط samples في كل الزوايا وطبعا ما نحط ش أي samples على المجرة أو إذا كنا عم نعالج سديم برضو مناش نحط samples على السديم لأنه ممكن يشيل من السديم نفسه حط هون كل نجوم جوز نصغرها نعملها 12 وي سايز أوكي والله حتى شكله عشرة وي سايز أوكي نحط واحد هون بنحاول نوزعهم على قد ما نقدر هيك حوالين الصورة لحد الآن عمينا احنا seven samples احنا بنحاول 15 خلنا نقول حط واحدة هون طبعا اذا حطينا sample بالغلط في مكان معين وابدنا نشيل وابدنا نعمل نكبس على sample نفسه بنعمل delete بنشاء المضي فيش فيها نجوم حاول نحط واحدة قريبة على نفسه همشي الزوايا كلها تكون فيها لانه عادة الگريدي تكون من جهة لجهة اكثر يعني انه let's put one here looks good هده انه بيكفي target correction نسكر هاي نسكر هاي target correction نحنا بدنا subtraction برضو وبعدين نعمل execute وبرضو نفس الاشي رأعطينا sample انه شو اللي تم ازالته من الصورة احنا شايفين هاي هي تشوهات بتكون موجودة بالصورة من التكديس ومن التلوث الضاوئي وغيره نعم stretch للصورة نتيجة افضل اطلع على الصورة القديمة الصورة هاي انظر صارت نعمل close yes اذا نحط هاي الصورة عجنب هلا الخطوة الثانية راح نعمل color calibration لحد الان الالوان مش مزبوطة طريقة color calibration اوش ما نعمل sample للخلفية حتى انه نعرف البرنامج انه شو هو what's the sky and what's the object فرح نختار مكان ما يكون فيها برضو نجوم او جزء من الهدف ان كان سديم او ان كان مجرة 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 مكان فيش فيها نجوم تقريبا اوك هيا حددنا الخلفية بتخش على processing color calibration color calibration reference image target image structure detection نطفيها background reference ال background reference اللي هو sample اللي احنا عملنا preview one سو بنختار preview one وبعدين نعمل execute وهلا هيك الالوان ضبطت اكتر اندروم اذا صارت مائلة للون الاصح حتى لون النجم يعني بلش نشوف نجوم زرقة و نجوم مائلة على صفار طبعا لسه بدها كمان شغل حتى نصحح الالوان اكتر نخلص من preview delete all previews هلا بعد ال collaboration عادة انا هون بعمل نسخة ثانية للصورة a clone طريقة النسخة انه منمسك التاب اللي هون ومنسحبه عجانب بيعطيك clone of the image اللي clone هاي رح نستعملها نعملها stretch خاص له ونسميها stars stars اوكي نقدر طبعا ال x اللي هون هاي تطفي ال preview اللي احنا شايفينه ونحطها عجانب السبب ليش انا بعمل نسخة لل stars بحب انا اعمل stretch اخر لل stars لما اجي ادمج stars مع starless image لانو احنا هلأ راح نشيل للنجوم منشيل للنجوم حتى نتحكم بالصورة اكتر بالوان saturation curves لانو طول ما فيه نجوم راح تضل للنجوم اه اي اي اشي اضافي بنعمله ممكن يؤثر على النجوم يتغير الوان اتغير حجم اتغير ال exposure تبعها ف دائما منشيل احنا للنجوم باستعمال برنامج اسمه star net plus plus برنامج مجاني صحيح ال pixinsight فيها كثير plugins اللي هو برامج خارجية احنا منضيفه على pixinsight حتى يقوم بأعمال معين اتغير مثل ازالة النجوم الترجيع النجوم شغلات زي تخلص من noise noise reduction blur exterminator كلها احنا منضيفها لل pixinsight حتى اتحسن وهي هاي اللي بتعطي ميزة لبرنامج ال pixinsight على باقي البرامج انه في الها plugins متعددة اكثرهم مجانية بس في منهم برضو مش مجاني فانا رح احاول على قدر المستطاع اني استعمل البرامج المجانية فوحدة منهم اللي هو الستار نت بلاس 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 سويا منروح هون ستار نت بلاس 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 وطبعا ما نحب نشير النجوم انه الان لانه افضل الستراتش هاي الستار اكسترمن ايضا هذين ما تكلف ميت دولار بس الستار نت 2 بنفس جودتها تقريبا ويعني ما عنديش اي مشكلة فيها الصراحة الستراتش من نجي 128 والصورة بعدها الان انه هاي اذا طفينا احنا هاي لحد الان احنا عاملين له screen transfer function it's a stretch it's not it's an auto stretch it's not an actual stretch لسه فلزم نطفيها it's still unstretched the image وبعدين بنمسك هاي بنحط عليها بس انا اختصارا للوقت مش رح اشير الانجوم انا اورادي شلت الانجوم وسميت الصورة starless حتى هاي الستارز انا صراحة بدي اخلص منها لانه عندي برضو نسخة ثانية yes الستارز sorry yes get rid of it open so بعد ما نعمل ازال النجوم الصورة رح تطلع معانا مثل هيك so هاي الصورة الموجودة حاليا معمول له crop automatic background extraction dynamic background extraction واستعمال star net plus plus بعد star net عادة بعمل deconvolution اللي هو انا بستعمل برنامج مكلفه شوي اللي هو blur exterminator blur exterminator بيعمل على توضيح الصورة وبتخلص من الغباش اللي بيكون سببها الغلاف الجوي لانه احنا بنعمل تعريض طويل it's not lucky imaging it's long exposures فالغلاف الجوي رح يأثر على الصورة يعني بشكل طبيعي ف blur exterminator بيساعد على انه نتخلص من هاي المشكلة هلا لانه لانه الصورة الصورة صورة معمول لوردي ازالة للنجوم فمش رح نكون محتاجين sharpen stars ورح نخليها على default 0.5 طبعا مش راح عملها هاي برضو لانه بتاخد وقت وعندي وحدة وردي معمول وجاهز طبعا بعد ما عمل blur exterminator بعمل برضو noise exterminator استاذ تيتم نعم سؤال لو سماحك لو ما في blur exterminator وما نستخدم ال pixel site standard deconvolution deconvolution خطوات خطواتها طويلة جدا في طريقة ممكن ابعت لك لينك ليوتيوب فيديو انه كيف تعملها لكن فعلا بعد ما تعملها مرة مرتين راح تقول لا بروح بدفع 100 دولار وجيب البرنامج هذا اللي بكلير هي فعلة بطلع الروح بفضل استعاد فع 100 دولار ولا انه روحي تطلع ما في ما في alternative صح زي ما فيش لحد الآن بالظابط لحد الآن ما في حدا عمل حسب علمي حسب علمي أنا لحد الآن ما في حد عمل البرنامج أو مثلا plug-in تشتغل مع تعملك من غير ما تطلع روحك عشان عشان ال تزيد صح بزيد ال تزيد بتخلص من الغباج هلأ بوريك النتيجة شو بيصير طبعا أنا بعد ما عملت بلور بعمل نويز اكسترمي هلأ في plug-ins مجاني اللي زي ما حكينا grasp مجانية هي وممكن يعملك شي لل نويز أنا دايما بستعمل برضو عال default اللي هو .9 و detail .15 بتركة زي ما هي بتكبس execute أو تمسك المثالة وترمية عليه whatever float your boat فبعد ما نعمل نستعمل ال blur exterminator وال noise exterminator رح يطلع معنا النتيجة مثل هيك فإذا منحطهم جنب بعض فإن نشيل هاي بس عجنب حتى نعمل مقارنة اللي في طريقة نعمل splitless screen أسهل من هيك نجل نعمل zoom in نحاول نعمل zoom in عشان تشوف نفس المنظر الموجود على شاشة في نفس الشاشة الثانية بس بنمسك tab اللي هون بتحطها فوق tab الثاني وبيعطيك نفس مرة ثانية لو صباح بس إنه كيف نعمل 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 لكلون من starless صح لا اللي كلون وردي معمول عجل لل stars في عنا نسخة لل stars هاي مش كلون هاي هاي في عندك وحدة معمول بس star star net إنه شلنا لنجون بس star removal الثاني عملنا lo star removal blur exterminator and noise exterminator اه اوكي اوكي معاته عندي مشكلة كانت بالشارين شكرا اذا اطلعنا هنا رح نشوف قديش الفرق إنه في تفاصيل أكثر النويز أخف بكثير اه مبين صح واضح وهذا السبب اللي بندفع المبلغ غاية يعني هما البرنامجين مع بعض اواء اظن حقهم 150 دولار بس بس النتيجة بس النتيجة اعتقد انه 100 حاليا شعر في واحدة فيهم 100 وفي واحدة فيهم 50 أو 60 دولار وإذا تشتريهم combo أظن 150 بيطلع اه الاثنين مع بعض اوكي الاثنين مع بعض 150 بيعطوك ديسكونت علي طبعا أنا دفعت كل واحدة لحال ما ما كنتش مختنع كثير بالبلر اكسترمنيرا بعدين اشتغلنا بشوية صور فلكية مع مركز مع مرصد الختم اللي تابع لمركز الفلك الدولي وكنت عمله كنا نعمل يعني شوية صور فقلنا خلنا ننزله بل كعمل شوية اكشن وفعلا يعني عمل فرق كبير زي ما احنا شايفين يعني حتى فيه تفاصيل هون يعني تقريبا يعني مش موجودة بالمرة هون فعلا نقدر نخلص من الصورة هاي ورح نشتغل على الصورة هاي هلأ بعد ما عملنا هلأ احنا لسه احنا الصورة بعدها وبالدليل انه هي it's still unstretched هلأ رح نبلش نعمل stretch للصورة نقدر نسكر هاي مش رحينا تحتاجها ونفتح صورة النجوم كمان عشان نحطها عجانب stars عشان تكون جاهزة هاي نسخة للstars معمول برضو معمولها crop طبعا تستعمل نفس الصورة تعملوا crop تعملوا star removal لازم يكون نفس الجياسات يعني يعني انه so we'll fit back perfectly فهاي معمولها crop, rotate, automatic background extraction, dynamic background extraction and color calibration ما بعمل له noise reduction ولا بعمل له blur exterminator السبب انه ال stretch اللي رح نعملها رح كون بسيط جدا ما رح يطلع كتير noise واللي نجوم بشكل عام لانه إضاءتها عالية ما فيها noise يعني فما في داعي أفصلا نعملها noise reduction نحطها هانا عجانب so عشان نعمل stretch أنا بتح شغلتين اللي هما curve transformation والثانية histogram transformation أول خطوة بحب عملها انه أعطيها شوية saturation نرفع saturation بس شوي أكتر شوي نعطيها one saturation بعدين نبلش نعمل stretch اسم الصورة starless بنقي أنا واحدة فيهم أنا صورة فيهم starless ونبلش نعمل stretch للصورة نعمل كمان واحدة stretch all right هلأ هون we need to bring in the shadows هلأ منجيب الشاروز لحد إنه it doesn't clip هانا عم بيقول لك percentage of pixels being clipped which is 0.0038 which is almost nothing يعني مش الاشي بس إذا شاء يعني دخلنا على الموضوع كتير بتبلج إيش you are clipping the image we don't want to clip لأنه راح نخسر data نعمل stretch زي هيك تخريبا reset هاصلوا كتير يا كامل stretch بنرجع خطوة تير لورا عن فكرة أي شيء بتعملها بالصورة ما عجبتك بنرجع بالسهم هي لورا بترجع لورا ترد تعيد I don't want to overstretch it yet okay ممكن بس شوي زهرة كمان كمان شوي ممتاز alright احنا هيك هلا الصورة بطلت linear صارت stretched ونحطها هي عجنب لأنه راح نستعملها كمان مرة نعطيها كمان one more saturation ممتاز هكتبين ما تتبين معانا الالمان أكتر هلا المشكل انه آآ أي إشي بنعمله هلأ رح يأثر على الصورة وعلى الـ background في نفس الوقت حتى ما نأثر على الـ background قبل ما نعمل mask حتى نحمي نقدر نتعامل مع الـ background لحال والـ galaxy لحال بس قبل هاي بنعمل إشي اسمه green noise reduction لأنه في خضار وألوان مش طبيعية وسبب إنه البيكسلين الخضر اللي موجود لكل بيكسل أحمر وأزرق في السنسر فراح يكون طبيعي في خضار زائد بالصورة عشان نتخلص منه بنعمل green noise reduction اللي هو الـ s-n-r نخليه على الـ green عادة ببلشه أنا 0.5 وبعملع مرحلتين وبشوف إنه did it overdo it or not looks good نعملها كمان مرة منشوف هون في خضار مبين بالصورة نعملها لالنجوم برضو لأنه لنجوم راح تكون ميلع خضار for the star image هلأ منا نعمل mask حتى نتحكم بالخلفية لحال والجالكسية لحال and the way to do that is go to أول شيء منا نعمل extract luminance all right this is the luminance اللي هو يعني صورة عن الصورة باسم غير ألوان حطت الـ starless عجانب من جيب الـ histogram transformation من نأي الصورة اللي هو هاي ومن حاول almost clip it to black let's do this all right سكر هاي دائما بنسا وبسكرها وبعدين بالأول بقعد أدور عليها كمان مرة instagram خليها هاي عجانب there we go let's see الـ RGB بنقدر نستعمل هاي الـ preview الدائرية هاي الكبسر تعطينا preview عمله S-curve all right there we go reset this put on the side نرو على process where did it go mask generation mask generation and range selection برضو نفتح preview برضو مرة تانية ومنبلش نعمل بالmask منا اشي على add الـ galaxy بالضبط اطلع صورات الـ galaxy تقريبا that looks good بعدين نعمل لو smoothness حتى اياش يكون الـ edge ما يكونش في edge يبين معانا بالصورة لما نحاول نغير بالألوان أو ايشي زي ايك أو if we do any curve adjustments so smoothness so smoothness looks good smooth enough there we go that's good so create the mask we don't need the preview إذا حطنا من فوق بعض لازم يكون تقريبا نفس حجم all right yeah it's gonna it's gonna it's gonna cover the galaxy and M110 اللي هو الجالكسي الصغير اللي في جنب الصورة looks good all right to apply a mask بناخذ التاب اللي هون نحط تحت التاب الثاني لا نحن بالصورة الغلط أصلا all right نحط اللومن ننس على جنب إذا خليها هاين انه رح نعمل كمان ماس ثاني حتى نتعامل مع لحاله بنفتح الصورة مرة ثانية بنحط الماسك وهلا هيك حاليا أحنا I think red is selecting and white is protecting تجربة سريعة بس عشان نتأكد لو عملت زي هيك yep so white is selecting and the red is protecting so بنعمل رح ماسك show ماسك حتى ما يكون مزعجيتنا زيك ف احنا احنا حاليا هلأ عم نتحكم قاعدين بالسماء لا عم نتحكم بالجالاكسي نفسه احنا منا ايش نحاول نعمل ونعتم شوي السماء من غير ما نعتم الجالاكسي نفسه فمنروح على mask invert mask وهلأ حاليا احنا احنا نتحكم بالسماء فقط منروح على curve transformation من نخليها ونعمل desaturate لانو رحكم في شوية noise بالخلفية ونخفف من saturation oh that's way too much all right there we go looks good execute looks better now بنعمل invert للمask كما مرة invert mask وهلأ عم نتحكم قاعدين بالgalaxy نفسه نزيد saturation نعمل preview all right نزيد saturation شوي وبحب زيد اللون الازرق حتى يبين معنا خيرا نقول المنطقة الخارجية اللي بعيدة عن core هلأ رح نرجع كما مرة نعمل mask ثاني حتى نتحكم بالcore ونغير شوي بالالوان تبع core too much all right this looks pretty good سامحوني إذا عم بستعمل الكوكتيل بين عربي و انجليزي execute ممكن نزيد الأزرق كمان شوي nope too much looks good saturation ممكن نزيد كمان شوي الكابسة اللي هون تعمل reset عشان تكون عارفين هاي تعمل reset وفرد اذا مثلا عملت زيادة بدي اراجع فيه بلما وعد ادور زي هيك مثلا احنا هيك طلعنا لودنا العيار كثير نعمل reset ونزيد saturation كمان شوي looks good execute هلا كل شي عم بعمله حاليا اذواق يعني في ناس بتحب الصورة تكون high contrast وكون saturation لسا انا بحب الصورة تكون اقرب يعني keep it looking kind of natural natural looking انه ما يكون فيها saturation كثير زيادة ما يكون مثلا contrast way too high خلي هيك تكون ضمن المعقول ما يكون مثلا الالوان كثير فاهية ما في الوان ونفس الوقت ما يكون الالوان طاغية جا يعني زيادة عن اللزوم انه لدرجة انه it looks like this you know في ناس بتحبها زيك بس انا بحبها ضمن المعقول والله الواحد يزيد شوية كما saturation خلينا نشوف شوية كمان looks good بالاخرص saturation ممكن يعني you get out of control very quick هي منيح انك تدريجيا تظلك تزيد بالsaturation تدريجيا ما تستعجل ما تعملها سريح all right هلا طبعا هاي الpreview وهي الصورة هلا منا نشيل الماسك remove mask ومنا نعمل الماسك جديد okay we go to الواحد في luminance nope it's not the mask we're in selection نعمل preview كبرها هلا نعمل mask بس للكور so منزيد هاي كمان 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 بل سؤال فضل الماسك اللي عملته ثاني مرة او اللومنس هاي لومنس اخذتها من قبل قبل ما تعمل الماسك للماسك اخذت من قبل قبل ما تعدل على الماسك الاول اه نفسه يعني قصدي ما تأخذ اللومنس من بعد التعديل هسا اللي سويته قبل شوي لا 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 نفس اللومنس نفسه الصورة ما تغيرت اه اه يعني the same luminance ممكن تعمل لومنس ثاني اذا صار في تغيير دراماتيكي للصورة بدك تعمل لومنس ثاني بس اذا الصورة نفسه يعني الكور هي نفس الكور ما تغير اشي في الكور اصلا اه اه you know it's the same core still okay thank you you're welcome احنا بس منطقة الكور تقريبا this is not too accurate افضل طريق انه تعمل execute وتأخذ الماسك وتحط فوق اللومنس okay this is too much عم بتحكم اكثر من الكور احنا بدنا واحدة للكور فقط غياء اكبرها ونحاول select smaller range okay this looks more like just the core execute all right احط عجنب هيسكرها yeah that's more المنطقة اللينا بد اتحكم فيها احط اللومنس عجنب شوف الصورة نفسها yeah so we'll just add the mask just in case شو نعمل show mask حتى نعرف انتنا okay so we need to actually keep it like that because we want to protect and just select the core so let's go to mask show mask مرة ثانية اول اشي بدأ سوي بال core هنا نكبر ها شوي نعم الزوم انه اخفف من الاضاءة تاعتها لانه دايما المجرات المنتصف تابعها الكور تابعها دايما بكون اضاءته اعلى من انه هي المنطقة اللي بتكون تمركز فيها كل اكتر النجوم خلان نقول فبتكون اضاءته شوي عالية so من روح على curve transformation من نقي ال RGB و احنا فاتحين ايش هيا او 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 preview هنا نظغر اينا نخلي ال preview بس نكبر ونحاول نخفف شوي من اضاءته بس النفس الوقت ما نحاول مثلا انزود زي ايك مثلا لقي مثلا صارت عبارة عن black hole تدريجي okay this looks much better المنطقة هاي اللي فيها highlight بيكون فيها الاضاءة اعلى من غير ها okay this looks pretty good اذا عملنا كمان second application بيصير هون عبارة عن يعني بقعة سوداء we'll just do it like that انا منخش عال saturation منزيد saturation شوي ايشي بسيط جدا ومنعمل عكس اللي عملنا منجيب الازرق ومنخفيه يعني ايشي بسيط ونحاول نزيد اللون الاحمر لانه الكور دايما معروف انه بتكون مايل للحمار طبعا مش لها الدرجة اوكي اذا عملنا هون طبعا اذا بنا we can activate and deactivate ال preview i think it's too much red نخفف الاحمر شوي شلال درجة هايثن بالله سؤال بسيط مال desaturate على الكيرف يعني without color selection يعني عادي اه على الكيرف نفسه نفسه اعني اخت the color i'm doing i selected the red i selected the blue i can select each color by color and just change different curves يعني احنا زي ما انا شايف في عنا 3 curves هلأ هون شغالين عليه اذا حطيت على RGB كله بمسك هاي الكبسة اذا حطيت على RGB صح اذا حطيت على RGB بمسك كل شي كل شي اه اوكي 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 فاحنا غيرنا RGB غيرنا أول مرة خففنا شوي الأحمر زدنا شوي اللي يعني مش ضروري تخفف بسي نخففو شوي بس اشي بسيط يعني حتى نعطيه بس هيك نعطيه اللون الطبيعي للكوع دايما هون بكون مائل الأصفر على حمار بسيط نشي ال preview preview back and forth looks better شو رايك دكتور مش بسيط شو كافي ايش كافي ايش كافي ايش كافي اوكي بفور افتر بفور مية مية طيب ثالث and ايش كافي اوكي اذا بتخليها رح اعمل لك second application يعني بتشوف هاي الحمار كتير صار زايد صار فيه فرق بين الألوان بين اللون من الكور going out بيبلش في عندك بتحس انو في اشي غلط اذا عملنا ريسات بتحس انو متناسب الألوان يعني that's the most important thing بتحاول ان تخلي انو ماما نعمل اشي اللي يبين انو فجأة صار مثلا انو في حز او مثلا في there's a color fall off او too sharpen we need to keep it as smooth as possible يعني transition بين الجالاكسي وبين السماء كون ايش smooth transition looking good so راح نستعمل ساتوريشن and we can this is i think preview يب هلا هيك احنا الجالاكسي طبعا اذا منحب نشوف مثلا الخطوات اللي اخذناها we just can go back one two three four احنا يعني بلشنا تقريبا الصورة كانت كانت الصورة زي هيك وحاليا الصورة صارت بوم 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 كمان واحدة زي هيك هلأ خطوة اخيرة بحب أعملها احيانا في بعض مش كل الاهداف لكن هون انا شايف في dark structure في script في pix insight وروح على script utility dark structure enhance احب اخلي default وبعمل على اكثر من مرحلة اذا ممكن اذا زودنا كتير ممكن نعمل شوية تشوهات احنا ما نعش نشوه الصورة طبعا بنعمل بس one application for now اللي راح يصير انو بتخلي المناطق اللي فيها dark structure get even darker وبتخلي الصورة pops a little more details تبع الصورة الصورة okay and it didn't work oh shoot okay انا مكنش مختار الصورة المظبوعة في mask mask دائما نتذكر chill mask okay mask where is it remove mask نرجع كم مرة نعملها script utility dark structure enhance and okay should work this time اكثر اشي بستعملها بذراع المجرة لانو في المناطق dark nebula كتير في dark nebula في ذراع المجرة it makes it pop dramatically يعني او الروح فيوكي الروح فيوكي اشو في هدف تاني برضو all right looking good إذا منعمل before and after before after before after yeah i like it مش الاشي الواو العملته بالمجرات يعني مش كتير رح تعمل it made the image pop a little bit more وبرضو listen transition is smooth between الجالكسي والسماء i like it i'll keep it all right لا تفضل المقدار المعلومات الفيزيائية اللي عم تتغير نتيجة التدخل في اللون لما انت عم بتغير الالوام بهال شكل هذا فمقدار المعلومات الفيزيائية اللي بتحمل الصورة صير يعني موثوقيت اقل يعني يفترض يكون في صور يعني واضحة قدر الامكان بس بدون 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 تدخل شديد من المعالجة الصور هاي بترجع كلياتها ل دوق المصور يعني في ناس بتحب انه تعملها بتصير الصورة عبارة عن جبالية ما فيها اي شي ذرة علم يعني وفي احنا على قدر الامكان نحاول نخليها واقعية لكن اللي منعمله احنا اكثر صورة فنية مش علمية قد ما هي فنية وهاي قصدي من ناحية العالمية كفيزيائي انا ما عندي مرصاد فباخذ الصور مثل هدول ومن وندرس فم اذا كتير معالجة فبتصير مشكلة بالنسبة لانه بتصير المعلومات ما كتير سليمة بالزبط الوان النجوم الوان النجام باختلف كل تركيب الكيميائي مثلا مية بالمية لا هلأ مثلا للأرصاد العلمية الوضع مختلف تماما يعني حتى في فيه فرع كامل للأشغالات العلمية احنا نعمل قاعدين يسموها يعني الشكل ما من غيره الشكل موجود زي ما هو اندروميدا هيك شكلها وما في اشي بقدر اضيفها انا من عندي مش عم بجيب اشي من بر اما تغيير الالوان والدرجة اللون كلها ترجع على ذوق المصور ودايما بفضل نحاول اخليها اقرب للواقع قدر الامكان سؤال صغير تاني اذا كان في عندي نجم وراها وانا حزفته مع الخلفية كيف اميز النجوم وراها عن المجرة نفسها هلا كل الانجوم اللي راح رجع مطل كل الانجوم موجودين انا في مجرة درب التبان اكيد مش نجوم خارج المجرة تبعتنا فبس طريقة البلند الانجوم يعني في طرق معينة عشان حتى حتى ما يطغل الانجوم على الصورة يعني احنا اذا رجعنا بالاول تقريبا الصورة كانت عبارة عن نجوم يعني وين راحت يعني من روم اذا كل ايات ما كان ش مبين اصلا لسا i have the mask on all right now let's go back راح شوي راح الصورة الاصلية انا متكد في اندي صورة الاصلية بجزوان ستارز اذا عمله مفروم بس كان مجرد صورة انه هنا الانجوم it's way over يعني عن بياخ يعني it's overtaking the picture انه اندروميدا نفسها مش نبين بسبب الانجوم الكثيرة اللي موجودة بالصورة فاحنا عم نحاول نحاول نبرز المجرة ونخلي الانجوم تأثير اقل وهلا في خطوات هلا راح نعملها كيف نرجع الانجوم وش راح نسوي بالانجوم الانجوم مش راح نلعب فيه كثير اصلا يعني ما راح يتغير اشي فيه فهلا الخطوة اصلا هاي الجاي انه ايش نحاول نعم نسترتش للانجوم حتى ايش نعيد الرجع الانجوم عالصورة اصلا اصلا نعمل اصلا نحاول نعطيها شوية saturation histogram transformation من نأي الصورة لحنا لهو stars ننسي تغير الاسم للا غيرت stars okay good أهلا بقول لكم كيف نغير الاسم طبع الصورة stars alright now we do an easy stretch all right احنا بناش نعمل stretch بس مش عقبها شوية على فكرة هيك هسه هو احنا نعمل saturation فعليا ما من ما منخلق لون مش موجود أصلا في pixels بس saturation لا هي ألوان الطبيعية هاي الموجودة بس نظهرها أكتر يعني هسه إذا مسكت كيرف إلا إذا مثلا مسكت كيرف أحمر وعليتو هو الأحمر مش موجود signal أصلا في النجمة أو مثلا في النبي وشي زي هيك أما هموف بس أنه أنت أكيد على اللون موجود أو signal موجود أفرخط لا غير أكيد 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 خاصا إذا إحنا منزيد بالـ saturation بس عشان نظهر الألوان هاي اللي بتكون يعني مش واضحة مش بارزة مظبوط مظبوط إحنا لا نخلق شيء يعني ما منع نخلق شيء مش موجود يعني مش موجود بالـ data لا 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 مظبوط نعملها كمان stretch بس تقريبا أنا هيك شايف النجوم ممتاز أعطيها كمان saturation كالعادة إنه في عنا مشكلة إنه الـ pixels الأخضر أكتر من غيرها فحاول نتخلص من الأخضر الزيادة وهلأ صارت النجوم ألوانها طبيعية جدا والعدسة هاي من كثر ما هي مصححة ونقدر نشوف إنه الـ النجوم حتى chromatic aberration ما فيش يعني ودائما أنا بنصح فيها العدسة هاي Looking good All right هلا فيه طريقتين لدمج النجوم مع الصورة فيه الطريقة تقليدية اللي هو الـ Pixel Math سنذهب على Process to all processes Pixel Math طبعا انا هاي الطريقة بطلت استعملها من زمان بس راح نعملها برضو control tilde نعمل shift tilde نفتح قوس tilde starless times tilde ومنسكر القوس طبعا هاي الطريقة هي الطريقة القديمة اللي كان الناس يعني تدمج صورة النجوم من غير مع الصورة اللي فيش فيها النجوم لكن في طرق خلق جديدة وبرضو مجانية plugins وهاي اللي فعلا بتخلي يكون افضل برنامج لمعالجة الصور الفلكية انه it's very flexible يعني فيه طرق طرق عديدة لانك تعمل الشغلة المعينة وكل مرة وكل جديد بيكون افضل طبعا ودائما فيه تحديثات للبرنامج فاللي عملناها هاي المعادلة انه احنا طلبنا من البرنامج انه to invert the starless image multiply it by the star image inverted and then invert the whole image وش مراحت let's open this again and بيعطيك النتيجة هاي طبعا اذا بتحب تستعمل الطريقة هاي التقليدية يعني it works بس هلا فيه طرق جديدة بفضلها على الطريقة التقليدية هاي gonna close this هاي بنحطها عجانب رح نستعمل الى plug-in اللي هو اعملها شخص اسمه Bill Blanchin واسمها screen stars طبعا اللي بحبي عارف تفاصيل اكتر ممكن ابعت لكم اللينك تبع الفيديو تبع Bill Blanchin انه ممكن عن طريقة تعملوا download واضيفها للworkflow تبع البكس انسايت فأوشي رح نعمل remove stars enable reverse stretch رح نخليها the view رحنا بدنا ال stars and where is the stars and starless view رح نختار starless it's processing so this is هاي اللي رح تعملها هي رح تعمل ازالة للنجوم من الصورة تبعت ال stars and we press ok all right عمل starless image هلا او اهم اشي في شغلة مهمة جدا 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 البرنامج يعني فعلا بيهلك الكمبيوتر فممكن بأي لحظة يعلق دايما نتذكر save 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 خلينا عمل save لبعض الصور قبل ما اياش يعلق معانا وبعدين اياش اه خلينا اتوكل اه star replace هلا بنا نعمل star replacement all right starless and that's the star image ومنكبس execute وهالا راح اعمل save عشان احتياط واجب بلاش يعلق all right so بنعمل file save طريقة save we go to save save as xisf file اللي هو لغة pixinsight فمن نعمل save اللغة تات pixinsight اللي هو افضل طريقة ننسميها ممكن نسميها final image before star reduction بجوز نعمله هلا كمان star reduction and save 32 bits is good من اصلا لما الصورة هاي تكدست بال deep sky stacker طلعت in 32 bits so we'll just keep it in 32 bits all right هلا ممكن نعمل شوية star reduction مع ان انا مش شايف انها بدها star reduction بس يعني حتى بس نعرف الطريقة انو كيف نعمل star reduction and put this actually we need the starless انو so we go to image no 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 we go to process and i don't think it's in process script sorry utilities and it's star reduction برضو ال plug-in هاي معمول برضو من bill blanchion ويسمو موجود هون and ازلما فنانين الصراحة في ال plug-ins اللي بيعملها لبرنامج pixin site عنده شغلات رهيبة جدا جدا خاصة اللي بدي يعمل narrowband imaging في عنده plug-in اسمها narrowband normalization amazing يعني سهل علينا كثير خاصة الناس المبتدئين بالتصوير الفلكية ومبتدئ في تصوير narrowband وبدو يجمع الhydrogen مع الاكسجين وال sulfur وبدو يحاول يعمل hubble palette ممكن اكيد رح نعمل يوم مخصص لهاي الشغلة لانه بعرف فيه شباب اشترت فلاتر narrowband واكيد رح بدهم tutorial سريع انه كيف ممكن نعملها سريعا target view اللي هو starless لا نسميه starry مش عارف ليش whatever نصيد اغير الاسم خينا نوالكم كيف غير الاسم خينا نشيل هاي خينا نسميه هاي مثلا final image so we double click on the tab بطلع لك tab ثاني نسميه final image ok هلا اذا فتحنا نفس script المفروض يكون اتغير الاسم في star reduction final image starless we can generate starless view حتى نقدر نعمل enable small star protection اللي هي أنا بفضله دائما لانه اذا عملنا مثلا منطق ازاي تفرجنا عليه اللي نجوم كلها تقريبا انسخطط يعني بطلت بيني فاحنا ما بدنا انه النجوم الصغيرة تخطف احنا بس النجوم الكبيرة طبعا بالعدسة هاي النجوم الكبيرة مش كبيرة كثيرة الصراح يعني يعني انا بس عشان نور الخطوة هاي مش اكثر لانه احنا مش بحاجتها الصراحة اه سو وي اه سمول نعمل الى initialize small star protection ورح نشوف الفرق هلا اه رائع اذا بنقرب الصورة هلا بنعمل اكتفايت de-activate شوف هون تقريبا ما في نجوم بالمرة وهنا في نجوم الصغيرة بين الظهرت اذا بنشيل ال-preview كله نشوف الفرق يعني هي الصورة فعليا مش محتاجة لتصغير النجوم يعني الصراحة بس احنا عشان just to show هيلو مثل في عندك كذا مثل موجود هون star مثل هيلو مثل ممكن نستعمل transfer method too small star method i think star method is هي الافضل للصورة هاي بالذات all right looks good ومنقدر نختار مثلا اسم ثاني للشكل آخر مرة لمستعملها كنت عم بعالج صورة M101 نستعملها نستعملها نسميها andromeda final image executes all right still running all right and سكرها وهاي هي الصورة النهائية لمتجرة andromeda ارجو انه يكون عجبكم التتوريول و شكرا في اي اسئلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية يا هيثم حبيبي رامي شخص الحمد لله والله يعني اشي رائع اللي عملت لنا يا كسبت فين هجر رغم رغم انه احنا انا بالنسبة لي مثلا ما عندي بس والله تحمست كثير انه اتنزل احنا رح نعمل التتوريول اللي جاي ببرامج مجانية وراح تشوف الفرق الكبير بين البيكس ان سايت والبرامج المجانية فعلا يعني البيكس ان سايت برنامج قوي جدا 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 ما شاء الله جدا جدا رائع يعطي العافية يعني هي الحلو فيه انه بيغنيك عن الفوتوشوب بيغنيك عن انك توقع تتنقل من برنامج لبرنامج 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 لأ انت قاعد برنامج واحد بيعمل كل شي تقريبا هلأ في ناس بتاخد خطوة اضافية بتاخد الصورة هاي بتروح على الفوتوشوب وبتحاول مثلا برضو تزيد الالوان وتزيد الساتوريشن بيبلش الصورة فعلا تطلع عن النطاق الطبيعي تباح في هاي اللحظة بس أنا بالنسبة لي أنا أنا البيكسن سايت كافي ووافي سؤال فضل البلاقين اللي حكيت عنه اللي هو طبع دمج الصورتين الستارلس والستارز يعني واللي هو بديل البيكسل مات بالزرط بيكسل مات اسمه مظبوط مات يس يس أيوه هل هو بس سهل علينا ولا أعطانا كمان نتيجة أحسن لا هلأ منحط النتيجتين جن بعض وبتشوف هاي النتيجة الأولى رح يدخل شوي من ممكن شوي من الشوائب اللي احنا حاولنا نتخلص منه بالستارلس رح يرجع لك على الصورة بالطريقة التقليدية القديمة بالطريقة الجديدة هاي لأ إنه الصورة صارت أكثر أصفة يعني ما جاب أي شي من اللي هنا تقريبا يعني حتى هون إذا نتطلع الكور يعني قدش اتعبنا وإحنا نعدل بالكور الكور رجعت تشوى هنا لأ الكور ضل زي ما هو شايف الكور كيف هنا الكور تأثر في عملية نقل النجوم هنا ما تأثرت الضلت 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 البلاقين هاي ممتاز ومجاني آه يعني مش بس تسهيل كمان نتيجة أفضل نتيجة أفضل بكثير نتيجة أفضل بكثير تمام تمام شكرا لك العفو يعطيك العافية هيثم الله يعافيك يعني والله أنا شاهيتني على شراء البرنامج بس قبل البرنامج بس دير بالك البرنامج فعلا قوي وثقيل يعني إذا الكمبيوتر ما بتحمله ممكن يفر أنا هلأ في كثير خطوات اللي اختصرتهم اللي عملتهم بس اختصرتهم اللي كنت عملهم قبل بيوم وحطيتهم على جنب الصور حتى إنه ما نضيع وقت الشباب وكمان عشان ما يفرز معي يعني أحيانا إذا بتعمل كل هاي الشراء اللي لما بتعمل ستار نت وعليم تعمل بعدها بعدها أول إشي بدك تعمل ها تعمل سيف لأنه إذا ما عمل سيف في احتمال كليل يفرز بعدها الجهاز بس بالنسبة البيكسلماث أنا شايف إنه يعني زي ما بتقول نقل الهستوغراب من اليمين يعني يعني خلى الصورة برايتن زي الإميج يعني إكزاكلي وهاي إن شاء الله إحنا كنا كنا كتير نتغلب عميث هاي ليش بالفترة الأخيرة صاروا المصورين الفلك منه الأستاذ كارفر إنه شو كان يسوي يحاول نعمل للسطار إميج ستار كنا كنا أوش نعمل للسطار للصورة كلها نشيل النجوم ونعمل نسخة للصورة وبعدها من رجيحها كمان مرة بس لا اكتشفنا إنه نعمل أفضل لأنه رح يرجي عليك هاي مشكلتا لأن دايما بتطلع دايما بتطلع بيخرب لك كل التعب اللي أنت تعبته و ومحاولتك إنك إنك تحاول تزبط خاصة البشرات الجالاكسي نحن دايما منحاول منتغلب بالكور كثير إحنا فبعد الغلبة هاي كلها وعملنا ماسكين وعدلنا وظبطنا الكور وفي الأخير إيش لما نعمل ندمج للصورة رجع للنجوم فجأة كل التعب راح على الفاضي لا ما شاء الله يعطيك العافية وأنا عجبني عجبني ستار ستريم الواصلة بين M101 والأندروميدا أنا بحب أخليها هاي في ناس لا بتحاول تخلص تخلص منها حتى هنا إذا تنتبه في شغلة هنا زي منطقة فيها زي دست في ناس بتتخلص منها هاي بتحاول تشيل لا لا أنا بخليها برضو هاي أوجيك موجود موجود يعني لعكس مصبوط يس يس أوجيك موجود بالسماء فأنا أي إشي بيكون مثلا طبيعي بالسماء بحاول أخليها على قدر الاستطاعة هلأ في أكثر من هيك موجود بالصورة بس إذا بظهرها كلها راح أظهر المساوئ اللي موجود اللي هو النويز وما النويز لأنه احنا بنحكي عن ثلاث ساعات و24 دقيقة تعريض أنه مش شيء كثير صحيح بصرنا الأيام نصور بال20 وبال30 ساعة على نفس الهدف حتى نظهر أكثر تفاصيل ممكن إظهاره خاصة مش بالهدف نفسه لكن بالسماء كله صحوح في المنطقة المحيطة في شباب اكتشفت أنه في منطقة أكسجين قريبة على أندروميدا بعد سنوات طويلة والناس بتصور أندروميدا ما كانت عارف أنه في منطقة أكسجين قريبة على أندروميدا صحيح دكتور مستمتعنا جدا حبيبي دكتور والله يعطيك العافية والله يعني نقاشات تقنية جميلة فعلا بقول نقاشات تقنية جميلة فعلا أنتم عملتوا كيمياء وفيزياء النجوم والتصوير والفتو هو هو المعارسة الصور الفلكية يعني مش مؤقدة لكن في خطوات كثيرة يعني الصور الفلكية مش أنه بس تحط الكاميرا بره وتأخذ صورة للسماء وخلص نعم في إحدى المصورات أو الهاويات الفلكيات تحكي لك إنها استفادت واستمتعت به المحاضرة علمة بأنه هذا البرنامج مش موجود عندها يلا ممكن أنها يعني تحصل عليه وتطور حالها جميل جدا رائع هي دايما أنصح فيه يعني فيه ناس بعرفهم كانوا يصوروا بعدسات وحوامل أجل التتبع بسيطة بيجي يقول لي مثلا معي والله 400-500 دولار حاب أعمال له بالتصوير الفلكي ما بقوله روح يشتري تلسكوب بقوله روح يشتري البرنامج هذا ويتعلمه أفضل بكثير من أنك أنك تجيب تلسكوب لأنه فعلا الصورة هاي أنا أخذها بعدسة وكاميرا غير معدل مش معدل يعني شيء بسيط يعني فأمرات الصورة الفلكية تعتمد 70% على قدرة الشخص على معالجة الصور رقم 1 رقم 2 عتمة السماء وصفاء الغلاف الجوي 30% باعتمد على المعدات يعني كل ما كان معداتها أكثر رح يأثر 30% على الصورة فقط مش على حلو 30% أيوة 70% العوامل الثاني المعالجة هي رقم 1 تقريبا أيوة بس أنا عجبني لما حكيت تم لاحظة حكيت أنه صح نهاية الأشياء ممكن أنت تحسنها وتدخل فيها وكذا ولكن أنت بتحاول أنها تكون أقرب ما يمكن إلى الواقع يعني ما تبالغ في المعالجة فيه ناس بتحب تبالغ يعني جدا بالمعالج يعني أنا بشوف الصور يعني تحس بس أنه عبارة عن كلها ألوان بس فبيضيع التفاصيل بضيع من الإحساس بطبيعة الصورة طيب جميل إذا في حد عنده تعقيب أو سؤال عشان نختم مالك ما عندك أي سؤال عادة عنده أسلة كثيرة مش 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 قادر أجمع السؤال أجمع عادي بحاول خذ راحت خذ راحت خير هلأ سؤال يابين السؤال لل الستارلس والستار إميجز الستارلس قبل ما تعمل تعمل تقدر مثلا تعمل شي زياد على الخلف تبع الستارلس تخلي هي تبع الإميج بالفان للرزل يعني لأنه أنا بس عليش لأنه تمكن تلعب الخلف أكثر لأنه فيش ستارلس وتعمل التعديل أكثر صح وهذا السبب من شي اللي نجوم قبل الستريتش حتى لما نعمل الستريتش ندع نتحكم بالباكراون على قد ما نقدر هلأ الصورة هاي مثلا مجر وموجودة بنصف الشاشة يعني مش زي لما تصور مثلا سديم يكون ماخذ مثلا معظم الشاشة بيصير شوي الوضع مختلف بتحاول أنك بيصير أصلا هي الصورة كلها باكرام يعني الصراحة حلو فإزالة النجوم بتساعدك أنك تتحكم بالألوان أكثر من غير ما تأثر على النجوم وتغير من خصائصها الطبيعية أوكي أوكي تمام طيب يعني هلأ أوكي تمام أنا مثلا وصلت لمرحلة عملت color calibration والABE automatic background extermination والdynamic تمام وعملت background تمام neutralization تمام ووصلت لمرحلة عملت remove للSTARS بعد ما عملت remove للSTARS جيت على للSTARS عليها عملت اللي هي الجراكس تمام تمام عملت noise removal هلأ عندي صورتين أنا اللي هي STARS والSTARS تمام ما في عندي blur exterminator أه I think أنه هون أنت حكيت أن blur exterminator هو ضروري جدا صح والله هي برنامج ممتاز جدا يعني إضافة ممتاز لل PixInsight يعني بنصح فيها يعني إذا بإمكان الشخص بس إذا ماشي بإمكان عادي يعني ما رح يأثر كثير يعني مش أنه ما رح يأثر كثير رح يأثر بس لكن إنه برضو رح يطلع معاك صورة ممتازة يعني من غير حتى ما تستعمل blur exterminator أوكي أوكي تمام تمام نفكرة في في موديول في موديول كمان منيح نفكرة بس طبعا ما زي بلو exterminator يعني في طريقة برضو بالفيكس ان سايت لكنه طويلة يعني ما حدا شفته حتى فكر يعني مجوز في فيديوهات موجودة على اليوتيوب إنه كيف تعملها بس ما تعمل مرتين هي بتطول كثير يعني تأخذ وقت كثير بالظبط بالظبط الpoint spread function يعني يعني وجعت راسه كثير باللحظة باللحظة هاي بتقول لا السبعين دينار فداها مليون مليون بالمئة بل منه السبعين ليرة سيد سعيد صباغ عند السؤال يبدو سيد سعيد اتفضل سؤال سؤال بسيط بس ممكن تفرجينا فين مكان العكس الألوان كيف يعني يعني عكس الأسود أبيض تاكوس اللون الانفيرت كله او انفيرت اه زي بتروع على process all processes invert image اه invert invert زي هيك مثلا ايوة ضبط واو عن جد عجبتني نادر نادرا بعمل invert بس لما بستعمل narrowband imaging فيه بيكون حوالين النجوم زي purple halo فعشان نخلص من البنافسج اللي بيكون حاولين النجوم لأنه لما بتصو narrowband الالوان بتصير انت يعني عم بتصو الغازات فالنجوم بتتخربط امورها فعشان تحاول تخليه شكل له شبه طبيعي نخلص من البنافسج بنعمله invert لما بنعمل invert للبنافسج البنافسج بيصير لونه أخضر فبنعمله SCNR noise reduction الأخضر لما نعمله invert مرة ثانية من لقي اختفت كل الالوان البنافسج حوالين النجوم هذا لمالك لما يقرر بس يجي الفلتر ان شاء الله نيون يفوت البلد بس ما يعتبره سلاح ما يعتبره مدفع ما ظنت ما بتعرف تبع الجمره بجيز نشوفه ايش من الفضاء ما بتعرف بحكي لك هالجمره بالضبط UFO UFO في حدا كان راقع يدو عنده سؤال هو آخر واحد كان سيد سعيد و رح سؤال طيب شكرا هلا الان اذا ما في اي اضافة يريد ان الجماعة كالعادة يفتحوا كاميراتكم خلينا اخذكم صورة بما اننا نحن نحن عن التصوير الفلكي وانتو اهم اجرام نحن اجرام الحية انا اعرفت الكاميرا فات صورة يلا يفتحوا كاميراتكم اللي يظل متابع واللي يعني ها ايوة طيب سعيد حاطت صورته يلا دكتور حنا مشغول في العيد ماشي هادية خالزة النجاح ومالك السيد مالك يعني كنت متابع اه يلا 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 بحاول افتح في الكاميرا يلا اشوف مين كمان اه اه خالد اذا سامعنا هادية ونجاح طيب جميل خليكم بس يلا ابتسموا اهلا يا امام وستيد فيصل اهلا وسهلا طيب يعني خليني ارتب بس شغلة هيك صغيرة يلا واحد اثنين خليكم ايو اهلا وسهلا وكمان لقطة بس اتأكد انه الكل طلع فيها اه الباقي مش فات فيه الكاميرات ماشي الحال يلا ماشي ماشي ممتاز جدا يعني ساعدنا بهاي الامسية وان شاء الله انه يعني هي بداية للسلسلة من العروض التفاعلية واحلم فيها ان المجموعة صغيرة ومتجالسة بالتالي كان حوار مباشر يعني هي اكثر منها محاضرة عبارة عن تطبيق عملي وحوار فعال جميل جدا يعني مننتظر من السيد هيثم وباقي الزملاء انه يعني اختيار موضوع مركزي معين والاتفاق على موعد اخر سواء كل شهر او كل شهر ونص يعني بحيث انه تكون هاي اضافة نوعية لبرنامج المحاضرات التفاعلية شكرا مع زميلنا مروان شويكي احد مؤسسي الجمعية الفلكية واحد من انشط الفلكيين العرب محاضرته هي بصفة رئيس جمعية القباب بيعملوا محاضرتهم اول ثنين من كل شهر وبكرة عن قرص النجوم اللي صمم الاستاذ مروان باكتر من طريقة والكوكبات او ال ف النصح الجميع انه احضر هي فالكل مدعوب خلينا ندعم زميلنا لانه دائما داعم لجميع محاضراتنا وجميع فعلياتنا حتى نلقاكم ان شاء الله هاي المحاضرة اليوم ان شاء الله بكرة او بعده من عمم تسجيلها يلا نراكم على خير يعطيك الف عافية شكرا شكرا الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك السلام سهلا يعطيك الف عافية حبيبي هاي تم الله يعافيك شكرا الله يساعدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة